بتكلمنا عن التغذية اللي ليه علاقة بالذاكرة وعايز ارجع لها مرة تانية عشان برضو نأكد على الموضوع ده حريك ذكارة الأوميجا ثري حريك ذكارة الأسماك المكسرات والألوان والألبان كلها بالنوحها والألبان صحيح كده والجبن والجبن الجبن مش مش فارقة بقى حدق بلحها عامل ازاي بيضة صفرة خضرة مش مشكلة خالص الأسيات متكات الألبان المكسرات الأسماك وطبع الخضروات عشان نغذي ولادنا برضو مضبوط واحنا ككبار كمان ده ممكن يفرق معنا ولا خلاص بقى دلوقتي احنا نعتمد على الأوميجا ثري ونروح نشتري فيتامينزو خلاص بالعكس احنا المخي بيكون عضلة فاحنا كل ما بنجبر كل ما تضغط النفسي عشان المشاكل بتحصل حوالينا كتير جدا فكل ما الكنتزول بيزيد كل ما هتحس اللي في تأثر اللي انت بقيت حالة بنسميها المزاجة العصر الحالة المزاجية بشكل عام مش هي الحالة المزاجية مختلطة اللي انت كنش هي بتعصبي انت بيتنرفزها مش حارفة مودك قافل ليه او كسلانة مزبوط او كسلانة ممكن اكون متعصبة ممكن اكون كسلانة ما عنديش طاقة مزبوط آه اخرجك لو في حاجة مدقاكي. يعني في برينجين مثلا بيقولك ميكي ماوس. طادي لو حقد موقف دايك تتخليلي ميكي ماوس. وطادي تعدي. فلو اي حد مدايك مفيش ان مفيش اوت. هتطلع بقى تروح في حتة تانية خالص بقيت في موت تاني خالص او في تركيزك راح لحتة تانية خالص. اي انا ملاحظة كمان انه احنا بجد الجيل بتاع ولادنا ده هو جيل مشتت. يعني الجيل ده مشتت بشكل كبير جدا بسبب طبعا التكنولوجي الغير مسبوقة اللي تعرضوا لها احنا شخصيا بننباهر بيها ككبار. فما بالك الاطفال بقى يعني تخيل لو احنا احنا اطفال كان عندنا هذا كم الهائل من الديفايس والصورة والحركة والبيستيشن والالكترونيكس اللي بنتعرض لها واللي هما بيتعرضوا لها. وده طبعا جزء كبير جدا من تشتيت انتباههم او اللي بيساعد على تشتيت انتباههم زائد التغذية. الولايتي برضو اتولدوا في زمن الجنك. اتولدوا في اوقات كمان مش قادر قلومهم لانه بجد المغريات كتيرة جدا. يعني انا بقول دايما انا لو في مكانهم واحنا اطفال لو كان عندنا كل الحاجات دي احنا كنا هنبقى زيهم. وبص يا هو فيه فروف فردية زي ما انت قلت حتى في الموضوع التربية. يعني بشوف دايما ليه بشوف بلاقي مثلا حد نجح جدا. ليه بلاقي حد زي محمود صلاح. وحد ما مش يعني ما حاجهش حاجة في حياته. انا مشوف الموضوع التربية. يعني انت لما تولد. على حسب تعود على ايه؟ لما تولد. انا اسيبه بقى دامتي في زن موبايل عشان خاطر بيزن. فهيكبر على هذا المنوال. واللي يدي له حاجات برينجيم ونزله رياضة. وعمله اكتيفتي مختلفة وحاجات مختلفة. فبريماب بالنسبة له يختلف. فلاقي ثقة بنفسه من خلال ممارسة حاجات مختلفة. يبقى عنده كاركتر بيلدنج وعرف هدفه وعرف هو عايز ايه. فمن تالي بتتغير. واللي يسيبه دام سوشال ميديا بقى يبدأ ياخد المعلومات. ويلاقي اسلوب اسقاط وانشوز دفاعي. هو مستمت بالعالم الافتراضي. اه وانا متسلية برضو سيبني في حالي فما فيش مشكلة. مضبوط. فهو نتاج لينا ونتاج التربية.